تشتد معاناة المواطنين في مناطق سيدرة الميليشيا الحوثية بصورة مشابهة للمعاناة في المناطق المحررة في ارتفاع الأسعار مع اختلاف فارق الصرف في العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيدرة الشرعية والميليشيا لكن أسعار السرع تلتهب في اليمن بشكل عام ففي مناطق الحوثي ارتفعت بشكل غير مسبوق وتعاني من تحتيم وتكثيم وقمع للحريات فالمواطن البسيط فاقد لمرتبه منذ ست سنوات وبات عاجزا عن شراء أبصد متضلبات الحياة الأساسية العجز عن شراء أبصد الاحتياجات الضرورية خاصة مع قدوم الشهر الفضيل سمة باتت لدى غالبية المواطنين في صنعاء ومناطق الحوثي حيث يشكل مواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بشكل قياسي في الآونة الأخيرة الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الأعباء المعيشية على السكان مع تزايد الإتاوات والجباية المفروضة من قبل الميليشيا على التجار والقضع الخاص غلاء فاحش يضيف معاناة جديدة إلى جانب المأساة الحاصلة جراء أزمة المشتقات النفطية المفتعلة منذ أكثر من شهرين وكذا اعدام مادة الغاز المنزلية يعيش اليمنون في عزلة عن الحياة ويفتقدون العيش الكريم وباتت حياتهم بين الأزمات والطوابير الطويلة ومع ارتفاع الأسعار تضاعف ميليشيا الحوثي فرض الجبايات والإتاوات المالية على القطاع التجاري والمواطنين على حد سوى على الرغم من تعمدها قضع الرواتب على موظفية القضاع الحكومية للعام السادس على التوالي في وقت بات فيه الوضع المعيشي مرشح للتدهور والإنزلاق صوب هاوية المجاعة سيما مع أزمة السيولة وضع في القدرة الشرائية وضع معيشي ينذر بخروج اليمانيين عن صمتهم بشكل عاجل في مناطق صدرة الحوثيين ورفض ما يحدث من انتهاكات يومية وأزمات متصاعدة ونهب أموال لا تكادوا تتوقف والمطالبة برحيل مليشيا الكهنوت عن حياة اليمانيين إلى غير رجعة